موسيقى الثالثة صباحا الواحدة بتوقيت جرينيج مجازون اخباري يأتيكم من القاهرة اهلا بكم اكد رئيس عبدالفتاح السيسي ان حرب اكتوبر المجيدة ستظل لقطة تحول في تاريخنا المعاصر استردت فيها قواتنا المسلحة شرف الوطن وكبريائه ومحط وصمة الاحتلال عن اراضيها وفي تدويت انتن له على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى التاسعة والاربعين لنصر اكتوبر العظيمة توجه الرئيس السيسي بالتحية للشعب المصري والقواتنا المسلحة الباسلة لشجعتهم وبطولتهم ولشهدائنا الابرار الذين جاهدوا باروحهم تحت راية هذا الوطن كما وجه الرئيس السيسي تحية سلام الى روح بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل انور السادات الذي خاض الحرب واثقا بالله وبعزيمة بني وطنه ليحققوا نصرا عظيما سيظل برهانا على ارادة وصلابة المصريين وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته تلقى رئيس عبد الفتح السيسي برقية التهنئة من الزعماء والقادة العرب بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من اكتوبر المجيدة وتلقى رئيس برقية التهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان ورئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد النهيان ونائبه الشيخ محمد بن راشد المكتوم وامير الكويت نوافل احمد الجابرة الصباح والعاهلة البحريني حمد بن عيسى والرئيس الفلسطيني محمود عباس واكد القادة العرب اعتزازهم بالملحمة الخالدة والروابط الأخوية مع مصر هنأت السيدة انتصار السيسي الشعب المصري بمناسبة ذكر انتصار اكتوبر وفي تدوينة لها على موقع تواصل الاكتباعي فيسبوك قالت السيدة انتصار السيسي ان نصر اكتوبر المجيد الذي حققت فيه قواتنا المسلحة معجزة عسكرية بكل المقاييس اثبت بسالة الجندي المصري وشجعته في تحقيق النصر والتغلب على اي عقبات او تحديات واعربت السيدة انتصار السيسي عن تقديرها لشهداء الوطن قائلة سلام الى ارواح شهدائنا الابرار الذين رووا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن دفاعا عنه وعن استقلاله وصون كرمته اعلنت اوكرانيا تقدم قواتها نحو 55 كم خلال الاسبوعين الماضيين في هجوم مضاد على القوات الروسية في منطقة خاركييف بشمال شرق البلاد وكشف الجيش الاوكراني استعادته 93 تجمعا سكنيا تحرير اكثر من 2400 كم مربع في المنطقة منذ 21 سبتمبر الماضي مشيرا الى ان القوات الروسية تقاتل لابطاء التقدم الاوكراني خارج كوبيانسكا وهي بلدة حررت في الاونة الاخيرة وتعتبر مركزا للسكك الحديدية استضعت روسيا السفير الفرنسي الى وزارة الخارجية في موسكو احتجاجا على تسليم اوكرانيا اسلحة وقالت الخارجية الروسية في بيان ان الجانب الروسي شدد على الاختار المترتبة عن زيادة كميات الاسلحة والعتاد التي تسلم لكييف وكذلك عن تكثيف برامج التدريب لتأهيل العسكريين الاوكرانيين اكد رئيس بلاروسيا اليكساندر لوكاشينكو ان نشر اسلحة نووية في بولندا سيشكل خطرا على بلاده وقال لوكاشينكو انه من الضروري اتخاذ اجراءات في ظل هذا الوضع خاصة وان بلاروسيا لا تمتلك مثل هذه الاسلحة لافتا الى انه ناقش احتمال نشر بولندا للاسلحة النووية على اراضيها خلال لقائه مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين ولمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي وهذه تحيات لحضراتكم انا الاشترا شكرا جزيلا لنطيب المتابعة و الى اللقاء